ما بين دنيا العجائب وعالم التكنولوجيا تتربع مدينة البطراء على خريطة العالم السياحية والأثرية فمن خلال هذه الكاميرا المعدة خصيصا لتصوير ما قد تصعب على العين المجردة رؤيته أو الوصول إليه بات للمدينة الوردية سفير على موقع خرائط جوجل حيث تتجول عدسة هذه الكاميرا برشاقة وبزاوية 360 درجة فتقدم لمستخدمي الانترنت خدمة التجول البانورامي الافتراضي الذي يعادل تذكرة سفر مجانية لأي مكان في العالم ميزة التجول الافتراضي بتمكن المستخدمين من أن يستكشفوا أحد أهم مواقع التاريخية أو التراثية حول العالم وإحنا اليوم في الأردن نضيف البترة وأكثر من 30 موقع تراثي حول الأردن لسلسلة مواقع التجول الافتراضي من خلال جوجل مابس أن تجول في عجيبة الدنيا البترة مستمتعا بتفاصيلها وأدق أثارها دون أن تزورها ليس بالأمر الغريب فبهذه الكاميرا تقطع المسافات إلى هنا بكبسة زر في مشروع تجتمع فيه التكنولوجيا مع العالم الافتراضي فمن خلال هذه الشاشة الصغيرة يوفر موقع خرائط جوجل فرصة زيارة مجانية تتحدى الوقت والزمن للكثير من المواقع التاريخية والأثرية إضافة إلى المدن والشوارع ومعالم التطور المعماري وما بين برج خليفة في دبي إلى الأهرامات المصرية رحلة افتراضية لا تخل من الإثارة والتشويق موقع جوجل مابس يوفر لأكثر من مليار مستخدم عبر الإنترنت زيارة العديد من الأماكن بتقنية عالية وغير معقدة ومن زوايا يصعب الوصول إليها كما يحفزهم لزيارة هذه الأماكن على أرض الواقع 57 بلداً بات من السهل زيارتها والتجول فيها عبر خرائط جوجل خدمة قد تضع المستخدم وسط زيارة حقيقية إلا أنها وبرأي القائمين على المشروع تشكل دافعاً للترويج السياحي والانتقال من عالم التجوال الافتراضي إلى سياحة على أرض الواقع من مدينة البتراء عماد العضايلة العربية